في إطار الحملة لإنهاء المشاريع المتلكئة في مختلف المحافظات أعلن وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان اليوم أن نهاية العام الجاري ستكون موعدة لتحديد السقف الزمني لإنهاء العمل في ملعب الكوت الأولمبي تقرير أكرم الربيع خلال زيارته التفقدية للمنشآت الرياضية في محافظة واسط أعلن وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان أن نهاية العام الجاري ستكون موعدة لتحديد السقف الزمني لإنهاء العمل في ملعب الكوت الأولمبي الذي تمكنت وزارته من تفعيل مشروعه المتعثر بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع شركة الكرامة الحكومية وإحالة المشروع إلى المقاول الثانوي السابق وهو شركة سبورت سيستم الإيطالية اليوم أقدر أكد أن ملعب الكوت هو في مقدمة الملعب أقصد نهاية الإنجاز والسرعة في العمل والشركة شركة محترمة أيضا نفذت ملعب زاخو نفس الشركة نهاية الصنعانشة ستحدد الموعد دعنا نرى مستوى تقدم العمل ستكون واضح إلى نهاية الصنعانشة ستكون لدينا الملعب مستوى الإنجاز بكل عالي وتفائلت وزارة شباب والرياضة بمستوى التقدم في مشروع ملعب الكوت الأولمبي بعد نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق العمل مع الشركة الجديدة التي أشادت بمستوى التنسيق والمتابعة بينها وبين الوزارة متوقعة تسليم المشروع في غضون ثمانية شهور الوزارة متعاونة جدا جدا معنا وإن شاء الله نبقى على نفس الاتفاق والوتيرة إن شاء الله خلال ثمن تشرح نحن ناهين المشروع ستنفتح فقرات إضافية كثيرة حتى نستمر بها الموضوع المالي إن شاء الله يم الوزارة إن شاء الله تنحل أي وعدنا خيرا ومعدنا مشاكل بالأمور المالية معدنا أي مشكلة وبحسب تقديرات وزارة الشباب ورياضة التي تسلمت من الحكومة السابقة نحو 220 مشروعا متلكئا في مختلف محافظات البلاد كان ملعب الكوتا الأولمبي قبل الاتفاق الجديد يحتل صدارتها من حيث التعقيدات المالية والتعاقدية لذلك يستقطب هذا المشروع اهتماما محليا واسعا هذا اليوم سيكون جولة معاني الوزير في واسط من أجل متابعة هذه الأعمال وتهيئتها وكذلك تفعيلها تحقيق تعاون كبير جدا وملحوظ بتسهيل كل الأمور المتوفرة من قبل الوزارة ومعاليه هذا الملعب يمثل حاجة أساسية وماسة لرياضين محافظة واسط ويمكن أن يتواجد فريق بدور النقبة من خلال هذا الملعب إذا تم إنجاز هذا الملعب ستكون لرياضة واسط كلمة أخرى وسيكون لرياضين الشئين في تمثيل العراق في المحافظة الدولية فالملعب خطوة مهمة وموفقة وشكر جزيل لجميع من ساهم في إنجاز هذا الملعب والتسريع في عملية إكماله من ملعب الكوتي الأولمبي الكرام الربيعي الحرة ويصارت ملعب كرة قدم والله من المفترض إن شاء الله بنهاية هذه السنة راح تكتمل عديد من الملعب ممكن أنه يساون البطولات من الممكن أن العراق يستضيف البطولات وإن شاء الله يرفع الحظر حتى تستضيف شكرا جزيل إلى اللقاء مشاهدين الكرام فيما إلا